بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوية رقم 2 أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسير اقتصاد لأنه تمرير رائع حيث قال 1 روماني لتكون جي الدالة المعرفة على R كما يلي جي لإكس يسمينا 2x-1-C2x قال 1 أدرس اتجاه تغير الدالة G ثانيا قال استنتج إشارة G لإكس أكيد على R 2 روماني قال نعتبر الدالة F المعرفة على R كما يلي F لإكس يسمينا X مربع ناقص X ناقص 1 على 2 في أسية 2X قال C F تمثيلها البيانة في المستوى المنسوب إلى المعلوم المتعامد والمتجنس OEG قال حيث الوحدة هي 2 سنتيمتر على محور الفواصل والتراتب لأنه لما يقول طاولة A تساوينا 2 سنتيمتر ومتعامد ومتجنس معناه على محور الفواصل 2 وعلى محور التراتب 2 لأن هناك كلمة متجنس قال 1 أحسب لميت F لإكس لما X يولي إلى ناقص من النهاية ولميت F لإكس لما X يولي إلى زايد من النهاية حيث يعطى لميت أسية 2X على X مربع لما X يولي إلى زايد من النهاية ثانيا قال أدرسي اتجاه تغير الدلة F ثم شكل جدول تغيرتها ثالثا ألف قال بيّن أن المعادلة F لإكس لساوينا 0 تقبل حلاً وحيداً ألفا حيث ألفا أكبر تماماً من ناقص 0.25 وأقل تماماً من ناقص 0.24 هنا أكيد مبرهنة القيم المتوسطة بقى لأثبت أن المنحنة CF يقبل نقطة إنعطاف A إهداث إياها 0.1 على 2 جيم قال أكتب معادلة مماستي لمنحنة CF في النقطة A ثم رابعاً وأخيراً قال أرسم مماستي وCF في المعلم السابق إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفاصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال لتكن G الدلة المعرفة على R كما يلي قال أدرس اتجاه تغير الدلة G إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدلة التي اسمها G أولاً نقول الدلة G قابلة للاشتقاق على مجال التعريفية وتصبح لنا G فتحة لـ X يساوي لما نشتق 2X أكيد هي 2 هكذا ومشتق الناقس 1 أكيد هو 0 ومشتق أسية 2X مشتقها ما هو؟ هو مشتق هذا الذي في الأسل هو 2 في العبارة نعيد كتابتها إذن نصبح لنا ناقس 2 في أسية 2X هذا فيما يخص يا أبناء ماذا؟ ما يخص المشتق نقول الآن G فتحة لـ X تساوي 0 أي ماذا؟ أي أن 2 ناقس 2 في أسية 2X هي التي تساوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ناقس 2 في أسية 2X يساوي لنا ناقس 2 ومنه أسية 2X ماذا تساوي؟ تساوينا ناقس 2 على ناقس 2 أي أن أسية 2X تصبح لنا كم؟ لما نختزل هذا مع هذا؟ تساوي لنا 1 تساوي لنا 1 والواحد معروف أنه هو أسية الصفرة ويصبح لنا هذا يساوي هذا ما معنى؟ معنى 2X يساوي صفرة ومنه X ماذا يساوي؟ يساوي لنا صفرة على 2 أي X يساوي لنا ماذا؟ الصفرة إذن أين تنعدم هذه المشتقة؟ أكيد تنعدم عند الصفرة بعدها نعطي جدول إشارة هذه المشتقة لاحظوا به نعطي كلمة اتجاه التغير أركزوا أرجوكم هكذا عندنا هكذا عفوا ها هي أمامكم وانتبهوا أرجوكم كيف نستخرج الإشارة وبطريقة جد سليمة لاحظوا ها هي أمامكم ثم عندنا هكذا ونكتب هنا X من ناقص مال النهاية إلى الزائد مال النهاية وعندنا ماذا؟ المشتقة أين هي؟ ها هي المشتقة التي هي ناقص 2 في أسية 2X ناقص 2 يعني وضعنا هنا مرتبة يعني هذا ثم هذا لكن هنا لا ننسى أنه عندنا لاحظوا عندنا هكذا عندنا زائد عندنا عفوا لاحظوا أعتذر عندنا ناقص وهنا زائد أعتذر وعندنا هنا زائد يعني هذه ها هي أمامكم الآن أين تنعدم هذه القيمة؟ وجبناها أنها تنعدم عند الصفر فنضع هنا الصفر هكذا ثم هنا هكذا الآن كيف نعين الإشارة؟ دقيقوا كيف تعين إشارة هذه الأنواع من إذا قلنا أسية 2X هكذا هكذا ركزوا ناقص 2 في أسية 2X ثم عندنا زائد 2 يساوي الصفر كيف تعين الإشارة؟ إشارة أركزوا هذا ضرب إشارة هذا فتصبح لنا ناقص فهنا نقول نفس في هذا المكان وهنا نقول عكس أرجو قد فهمتم الفكرة يعني كيف تعين إشارة العبارات هذه الأسية إشارة هذا في إشارة هذا هي تلك إشارة تلقى التي نتحصل عليها معناها نقول هنا ناقص وهنا زائد وهنا نصبح لنا جي فتحة لإكس زائد ثم عندنا ناقص لو كانت هنا مكتوبة هكذا زائد هل نقول إشارة هذا في هذا؟ لا هذه قيمة تصبح لنا موجب لأن هذا موجب وهذا موجب يعني لا تنعدم أصلا أما إذا جاءتنا العكس معناها موضوعة هكذا موضوعة هكذا فيصبح لنا زائد في زائد يصبح لنا زائد ما نقول هنا النفس وهنا عكس أرجو قد فهمتم الفكرة العامة لهذا الأمثلة بعدها نكتب تلك الجمل اللغي ونقول هكذا أدال جي كيف هي؟ متزايدة تماما على ماذا؟ على المجال الذي هو من ناقص مال نهاية إلى الصفر وماذا؟ ومتناقص لاحظوا متناقص تماما على المجال الذي هو من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال إشارة جي لإكس إذن نكتب هنا أولا استنتاج إشارة ماذا؟ جي لإكس أكيد على ماذا؟ على أر دقيقوا نستعين بجدول تغيرات نقول جدول تغيرات ماذا؟ جي لاحظوا كيف تتم العملية بطريقة جد جد بسيطة بدون أن نقوم بحساب النهاية لأننا لا تهمون النهاية لاحظوا إذا جئنا الآن إلى جدول تغيرات هذه الدالة جي نقوم بملئه وسوف تلاحظون كيف نجيب على هذا السؤال وبطريقة جد جد بسيطة إذن أولا نقوم بملء الجدول وسوف تلاحظون كيف نجيب إذن أولا عندنا هنا إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وعندنا هنا جي فتحة لماذا؟ لي إكس ونتنعدم عند الصفر هنا ناقص هكذا وهنا الزائد ثم نأتي الآن ونضع هنا جي لإكس في الجي لإكس هنا نصعد هكذا ثم ننزل هكذا عندنا الآن نقوم بحساب جي لسفر عوض الآن سبحانا جي لسفر يسوينا ماذا؟ إثنان في صفر ناقص واحد ناقص السية إثنان في صفر وتسوي لنا الصفر ناقص واحد ناقص واحد وتسوينا ناقص إثنان إذن في هذا المكان نضع ناقص إثنان في هذا الموضع الآن نلاحظ ماذا؟ نقول لاحظوا إلى هذه الدلة جاءت من السالب وصعدت إلى حتى أكبر قيمة تصل إليها ناقص إثنان ثم تعود تنزل الآن يعني هذه كيف هي؟ هذه سالبة وهذه سالبة نقول من جدول تغيرات الدال جي نجد أن ماذا؟ أن جي لإكس كيف هي؟ أقل تماما من الصفر لماذا؟ انظروا أكبر قيمة وصلت إليها كم؟ هي النقص إثنان فكل القيم التي تحتل نقص إثنان كيف تكون؟ تكون سالبة فنقول من جدول تغيرات الدلجي نجد أن جي لإكس سالبة تماما رحضتم؟ يعني أما هذا فيمكن أن نتخلى عنه مباشرة أرجو قد فهمتم لهذا السؤال إلا هذا السؤال لما يأتي إشارة جي لإكس عليكم أن تأتوا إلى جدول تغيرات دون أن تملأوا هنا النهايات لا دعي لذكر نهايات إنما هذه القيمة الحدية التي وصلت إليها أن الدالة متزايدة ثم متناقصة وعندها أكبر قيمة حدية تصل إليه ناقص إثنان فكل قيمها تكون سالبة تماما فقط أبنائي لأن هذه هنا نلاحظ أن جي يمكن أن نقول أن جي لإكس تساوينا كم؟ أقل أو تساوي ناقص إثنان كل قيمها وهذه بطبعها أقل تماما من الصفر أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي الآن بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي الآن إلى الجزء الآخر إذن بعدها نأتي الآن إلى الجزء الثاني الذي قال إثناني روماني نعتبر الدلة أفر مغرفة على أر كما يلي أفل إكس سينا إكس مربع ناقص إكس ناقص واحد على إثناني في أسية إثناني إكس قاسي أفتمثلها البيان في المعلومة المتعمدة وحدة الرسمية إثناني سنتيمتر على كل من المعلم من محور الفواصل ومحور التراتيب قال أحسب ليميت أفل إكس لما إكس يأول إلى ناقص ما لنهاية إذن نكتب هنا أولا حساب النهايات ننطلق بالنهاية الأولى التي هي ليميت ماذا أفل إكس لما إكس يأول إلى ناقص ما لنهاية يصبح لنا يسوي لنا ليميت نأخذ الآن ها هي العبارة التي هي إكس مربع ناقص إكس ناقص واحد على إثنان في أسية إثنان إكس هكذا لما الإكس يأول إلى ناقص ما لنهاية تصبح لنا تساوي لو نعود تعويض مباشر تعطي لنا هنا زائد ما لنهاية وهنا ناقص ما لنهاية أولا يعني هنا حالة عدم التأيين عندنا أول شيء عليكم أن تكونوا عاديا أنه ليميت أسية إكس لما الإكس يأول إلى الناقص ما لنهاية هذه معروفة أنها سفر إذن ما رأيكم أبنائي لو نستخرج بما أن هنا حدثت حالة عدم التأيين إلا في هذا المكان نستخرج كيف القاعدة بالعامل المشترك فتصبح لنا هكذا limit إكس مربع في واحد ناقص واحد على إكس يعني هنا نستخرج الإكس مربع يترك لنا واحد وهنا بما أن استخرجنا الإكس مربع فنخلفه في المقام هنا لاحظوا جيدا حتى تفهموا الفكرة ثم عندنا ناقص ماذا واحد على إثنان في أسية إثنان عفوا قلت أسية إثنان إكس على عفوا على ناقص ناقلت على إكس مربع إذا هنا عندنا إكس مربع هكذا لما الإكس يؤول إلى ناقص مال النا sekali الآن عندنا هذه تعطي لنا كم تعطي لنا الصفر و هذه تعطي لنا الصفر تبقى لنا زائد مال لان نهاية في واحد لماذا لأن لما نعوذ بالنقص مال مربع زائد مال نهاية فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة. الآن عندنا كذلك الآن عند الزائد مالا نهاية. تصبح لنا الليمت آف لإكس. لما إكس يقول إلى زائد مالا نهاية تساوي لنا ماذا؟ للمت إكس مو ربعة ناقص إكس. دقيقه جيدا. ناقص واحد على اثنان في أسية اثنان إكس. هكذا. لما الإكس يقول إلى زائد مالا نهاية. لو نلاحظ جيدا هنا كذلك تعطينا زائد مالا وهنا نقص مالا. حالة دم تعيين بنفس الطريقة نستخرج إكس مربعة من مشترك. سبحانا الليمت إكس مربع في واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد على اثنان في أسية اثنان إكس على ماذا؟ على إكس مو ربع لما إكس يقول إلى زائد مالا نهاية. لكن عندنا هذه. انظروا كم تساوي. تساوي لنا. إذن هذه إذن هذه. إنها قال إنها زائد مالا نهاية. كيف؟ هذا يذهب الهر إلى ماذا؟ الى الصفر. وهذه تعطي لكم كم زائد مالا نهاية. والناقص التي ضربت فيه ماذا تعطي لنا؟ إذا ناقص الزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي يعني هنا بالداخل كليا هنا بالداخل وجدنا ناقص مالا نهاية وهذا يعطي لنا زائد مالا نهاية الزائد مالا نهاية في الناقص مالا نهاية ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص مالا نهاية أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نتيب الآن إلى الجزء الآخر قال أدرس اتجاه تغير الدلاء ثم شكل جذول تغيرتها إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة F على مجال تعرف على R تصبح لنا قول الدالة F كيف هي؟ قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على R و حيث تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا F فتحة لX يساوي مشتاق هذه كم تعطينا؟ تعطينا 2X ثم مشتاق هذا يعطي لنا كم؟ يعطي لنا ناقص واحد ثم ناقص واحد على اثنان ومشتاق أسية 2X معروف أنها هي اثنان في أسية 2X أولا يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 2X ناقص واحد ناقص أسية 2X وهذه إنها نفسها ماذا؟ إنها نفسها جيلي عفوا سألنا ماذا؟ سألنا جيلي X نقول ومنه ماذا؟ ماذا؟ ومنه إشارة F فتحة لX من إشارة ماذا؟ جيلي X أي ماذا؟ لاحظوا جيداً و لدينا نقول و لدينا من الجواب السابق أنها ماذا؟ أن جيلي X أقل تماماً من الصفر أي F فتحة لX أقل تماماً من الصفر ومنه الدال F كيف هي؟ متناقصة تماماً على ماذا؟ على R بعدما أكملنا مع هذا نأتي أكيد إلى جدول تغيرتها لاحظوا جيداً إذن نأتي الآن إلى جدول تغيرات الدالة إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F لاحظوا هنا في جدول تغيرات نأتي إلى هذا الجدول أمره جد بسيط لاحظوا هكذا وهكذا وقل دائماً وأعيد استعملوا الأدوات المدرسية أرجوكم أبنائي حتى تكون أمركم جد منظمة إذن أولاً عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا F فتحة لX قلنا أنها سالبة وعندنا هنا F لX إذن كيف هي إنها هكذا وجدنا النهايات أنه وجدنا هنا زائد ما لا نهاية وهنا وجدنا الناقص ما لا نهاية فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال ثالث ألف قال بيّن أن المعادلة F لX تساوي 0 تقبل حلاً وحيداً ألفا حيث ألفا محصول ما بين ناقص 025 و ناقص 0.24 التي هي مباراة رقية متوسطة إذن نكتب هنا البرهان أن المعادلة F لX تساوي 0 تقبل حلاً وحيداً ألفا حيث ألفا قال محصول ما بين 0.24 و ناقص 0.25 لاحظوا جيداً إذن نكتبها بخط أوضح إذن قلنا هكذا ناقص 0.25 والمعروف على الأعداد السليبة أنها معكوسة في الترتيب لهذا ناقص 0.24 أكبر من ناقص 0.25 هنا أكيد مباراة قيمة متوسطة معناه عندنا هنا ألفا لاحظوا جيداً إذا قلنا ألفا عندنا ناقص 0.24 و ناقص 0.25 لاحظوا سوف نستعمل ملون آخر و ناقص 0.25 لاحظوا الآن هنا قال إذا نزلت هذه الألفا تصبح لنا هنا هذه السفر وهذا إذا نزل هنا أكيد تصبح له قيمة سالبة وهذا قيمة موجبة لماذا لاحظوا ها هو السفر ها هو السفر الآن القيمة التي فوق السفر كيف تكون موجبة والتي أسفل السفر تكون سالبة الآن الدل من هذا المجال من هنا إلى هنا كيف هي نقول بما أن الدل أف كيف هي مستمرة و لاحظوا من هنا إلى هنا كيف هي إنها متناقصة و متناقصة تماما على المجال ما هو المجال الذي هو من ناقص 0.25 و ناقص 0.24 و ماذا و أف ل ناقص 0.25 قيمة موجبة لماذا انظروا ها هي أمامكم هذه تكون قيمة موجبة هنا أف ل ناقص 0.25 وهنا أف ل ناقص 0.24 فهذا قلنا أنه سالب لأنه يقع أسفل لاحظوا جيدا إذن هذا يقع أسفل سفر أكيد سالب وهذا أكبر من السفر إنه موجب أو نحسبها بالآل حسيبة و أف ل ناقص 0.24 أقل أكبر عفوا أقل تماما من السفر أعتذر أقل تماما من السفر انظروا أو عوضوا هنا بناقص يمكن أن نقول نحسب أف ل ناقص 0.25 الذي يسعينا ناقص 0.25 الكل مربع ناقص ناقص 0.25 خمسة وعشرون ثم ناقص واحد على اثنان في أسية ناقص ناقص 0.25 عفوا اثنان في ناقص 0.25 هكذا خمسة وعشرون إذن هنا كذلك خمسة وعشرون أكيد وسوف نجدها قيمة سالبة أكيد نقول الآن هكذا هكذا حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة من هي آف لإكس تساوي صفر تقبل حلا وهيدا اسمه آلف حيث آلف محصور ما بين ناقص 0.24 وناقص 0.25 لما تكون العلاقة مربوطة بالصفر يعني يقول أف لإكس تساوي صفر فاعلموا أن واحد يكون موجب والآخر يكون سالب لأن ما بين الموجب والسالب يوجد لنا الصفر إذن نقول حسب مبرهنة القيمة وسطة فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا حيث ماذا وتفسيرها سوف نلاحظ لأن هذا السؤال نحتاجه في الرسم نقول والتفسير البياني لحل المعادلة لحل المعادلة آف لإكس تساوي صفر هي فاصلة نقطة نقطة تقاطع ماذا سي آف مع محور الفواسل هذا هو التفسير البياني لبومبرهنة القيمة المتوسطة لما يتعلق الأمر بإفل إكس تساوي صفر دائما نقول هي فاصلة نقطة تقاطع المنحن سي آف مع محور الفواسل لأن علينا أن نحترم هذا الشيء لما نقوم بعملية الرسم بعدما أنا هنا مع هذا سؤال نأتي الآن إلى سؤال قال أثبت أن المنحن سي آف يقبل نقطة إنعطاف آف إحداثيها صفر و ناقص نصف إذن نكتب هنا البرهان أن آف ماذا أن آف نقطة ماذا نقطة إنعطاف لمن ل سي آف نقول تكون آف نقطة إنعطاف ل سي آف إذا تحقق الشرط ما هو المشتقة المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها هذا هو المعروف ما معناه معناه المشتقة المشتقة أولا نقول لدينا لدينا آف فتحة لإكس وجدناها أن تساوينا جي لإكس و الدال آف فتحة قابلة للإشتقاق على ماذا على آر حيث نصبح آف فتحتين لإكس تساوي جي فتحة لإكس كيف إذا وضعنا هنا فتحة نضيف هنا كذلك فتحة إذا قلت وضعنا هنا فتحتين نضع هنا يعني لاحظوا هنا وجد لنا فتحة ونوضيف فتحة إذن هنا نضيف فتحة حتى تفهموا جيدا إذا نصبح لنا ماذا فتحة لإكس فتحت faut x تساوي جي فتحة لإكس وجي فتحة لإكس ما هي هذه جي فتحة لإكس يعني هاته القيمة مات نضعها هنا فتصبح إثنان ناقص إثنان 1 يصبح تساوي لنا الصفر أي ماذا 2 قلنا أي أن ماذا أي أن x يصبح لنا يساوي لأنه قد دورست إشارة جي فتحة لإكس في الجزء الأول ومنه تصبح لنا أنه نأتي بالجدول تققوا حتى تعلموا أبنائي هكذا المشتقة الثانية تنعدم ها هي أين نعدمت نعدمت عند الصفر ها هي المشتقة الثانية مع معنى المشتقة الأولى التي تحدثنا على الدلاج الدلاج أين نعدم مشتقتها قلنا أنها تنعدم عند الصفر ثم نأتي الآن هكذا وهكذا انتبهوا أرجوكم حتى تتعلم هكذا وهكذا فتصبح لنا هنا إكس ناقص مالا نهاية زائد مالا نهاية وهنا أفتحتين لإكس تنعدم عند الصفر نأتي بالهنا من ناقص وهنا زائد لأن هذه هي التي نضعها هنا لأن قلنا جي فتحة لإكس ها هي قيمة وهي إثنان ناقص إثنان في أسية إثنانية أين انعدمت؟ إن انعدمت عند الصفر ونفسها قد درست إشارة جي فتحة إذن ها هو الجواب الآن هل تحققت المشتقة الثانية تنعدم؟ نعم ها هي انعدمت عند الصفر وتغير إشارة وهل غيرت؟ لاحظوا زائد ناقص إذن نقول لاحظوا نأتي بهذه القيمة هنا نقول ومنه ها كذا ومنه النقطة إحداثيها ماذا؟ صفر وناقص التي هي نفسها وآف لصفر حيث ماذا؟ حيث آف لصفر تسوي لنا ماذا؟ تسوي لنا ناقص واحد على إثنان يعني لما نعوذ هنا بالصفر الصفر 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 تصبح لنا ناقص واحد على إثنان نكتب هنا واحد ناقص واحد على إثنان نقطة ماذا؟ نقطة إنعطاف لمن؟ للمنحنى الذي اسمه سي أف أرجو قد فهنتم إذن نقول على نقطة إنعطاف إذا كانت المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها حيث هذه المشتقة الثانية ظهرت هي المشتقة الأولى للدل الأولى وقد ناقلنا لنفس جدول إشارتها لو نعود إلى هنا ها هو جدول إشارة الجي يا أبنائي ها هو أمامكم انظروا الجي فتحة انظروا زائد ناقص نفسه حتى تفهموا لماذا فعلت هذه بطريقة مختصرة دون أن نعيد الكرة مرة أخرى بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال أكتب معادلة المماستي للمنحنة سيأة في النقطة A هي نقطة نائية طيب إذن نكتب هنا كتابة معادلة المماستي عند A حيث ماذا حيث واحدوا لنقول حيث A إحداثيها الصفر والناقص واحد على اثنان تصبح هنا Y يساوينا F فتحة لصفرة في X ناقص صفرة زائد F لصفرة الآن F فتحة نحن نملك أنه F فتحة لX تساوينا G لX معناه وتساوينا كم؟ تساوينا 2 X ناقص واحد ناقص أسية 2X تصبح هنا F فتحة لصفرة يساوينا ماذا؟ 2 في صفرة ناقص واحد ناقص أسية 2 في صفرة وتساوينا هذا يذهب إلى الصفرة تصبح هنا ناقص واحد ناقص واحد وتساوينا ناقص اثنان وعندنا F لصفرة يساوي لما نعوض F لصفرة قلنا وجدناها أنها ناقص واحد على اثنان هذا ماذا يعني؟ يعني أنه Y يصبح لنا هذه نعوض وهنا وتصبح لنا ناقص اثنان في ماذا؟ في X وهذه نأتي بها ونضعها في هذا الموضع لما نضعه هنا ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص واحد على اثنان هذه هي معادلة المماس الذي اسمه T فقط أبنائي إذن بعدها أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الرابع قال أرسم T و C F أولا قبل هذا قال المعلم المتعامد والمتجنس O G حيث الوحدة هي اثنان سنتيمتر يعني من هنا إلى هنا اثنان سنتيمتر ومن هنا إلى هنا اثنان سنتيمتر يعني إذا أتيت وقمت بتعيين هذه هو الشعاع الأول إذا سميناه E وهذا الشعاع إذا سميناه G كلاهما كل واحد طاولته اثنان سنتيمتر من هنا إلى هنا اثنان سنتيمتر أولا أبنائي ما علينا أولا إلا أن نقوم برسم T لكن T لرسمه نستعين بالجدول المساعد دقيق إذا أتينا هكذا وهكذا وهكذا يقول أحدكم وهل نرسم فرق الإجابة لا يهم ترسموا أو لا ترسموا لا يهم المهم X و Y الآن إذا أخذ ال X صفر قلت كم صفر أعطل هنا إلى الصفر كم يصبح لنا ال Y انظروا يصبح لنا ناقص واحد على اثنان إذا نضع هنا ناقص واحد على اثنان الآن إذا أخذ ال X مثلا نصف نصف ماذا ينتج يصبح لنا Y سنعن ناقص اثنان في واحد على اثنان ثم ناقص واحد على اثنان نصبح لنا ناقص كم ناقص ثلاثة على اثنان ناقص ثلاثة على اثنان النقطة الأولى صفر مع ناقص نصف صفر مع ناقص نصف فهي النقطة الأولى النقطة الثانية النصف ها هو النصف مع ماذا مع ناقص ثلاثة على اثنان اللي هي ناقص واحد والنصف ناقص واحد ونصف ها هي أمامكم ثم الآن نأتي بعملية الربط ما بين النقطتين هكذا أبنائي لاحظوا جيدا هكذا من هنا ها هي أمامك هكذا إنه ماذا؟ إنه المماس الذي اسمه T هكذا وعندنا ماذا؟ نقطة التماسق قلنا في هذا النقطة وهي نقطة الإنعطاف بعدها عندنا كذلك انظروا ألفا ألفا محصول ما بين نقص 25 نقص 24 يعني في هذا الموضع هنا تكون لنا في هذا الموضع تكون لنا قيمة ماذا؟ قيمة ألفا حتى نفهم جيدا الآن انظروا جاء بجوار زائد ما لنها وزائد ما لنها وذهب حيث عندنا هنا لما تنزل ألفا هكذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا صفرة معناه سوف يأتينا كيف؟ من هنا لاحظوا من هنا هكذا تقيق جيدا هكذا ويشمل هذه ويتوقف ثم من هنا يخترق مرة أخرى ها هو أمامكم حيث هذه هي نقطة الإنعطاف هنا تكون لنا نقطة اسمها نقطة ماذا؟ نقطة الإنعطاف في هذا الموضع هذه حتى تفهموا جيدا هذه هي نقطة الإنعطاف حتى تفهموا جيدا هي في هذا الموضع أو نضع لها هكذا ركزوا جيدا حتى تكون أمنا جد واضحة ويفهمها الجميع حيث هذه هي نقطة الإنعطاف ونكتب هنا ماذا؟ نكتب سي أف نسبة إلى منحنة دال أف فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته